حياكم الله من جديد دعنا نشرح في هذا الفيديو مفهوم الـ POST و الـ GET فأنا افتحت متصفح اسمه كروم و رح اضغط click write و اضغط انشبكت احيا اردلي مجموع التابعات الاول هو element يعطي اردلي البيانات اللي جاءت من السيرفر ونظرها بشكل HTML ونظر كيف البروسر الخاص بي يحاولها الـ HTML على view كما قلنا البروسر وضيقتي يحاولك الـ HTML على view هنا كونسول رح نستخدمها ننفذ comment وهنا نستخدمها التابع الـ network فلو جاء الشخص هنا كتبي yahoo.com فهذا معناته انا رسلت ايش get request الى سيرفر اسمه yahoo فلو جاءت ذهبت الى اول شي هنا ضغط علي اشوف انه انا طربت مياهو سيرفر و قتلي هاي انا لننفذ get request اما لما اغير شيء بالـ form اضغط enter انا ارسل معلومات الى السيرفر لنفضع اسمه انا اكتب هنا واضغط enter انا اعمل POST الى السيرفر ارسل بيانات باقي للسيرفر طبع هنا ما رح توضح لك POST لانه اياهو يستخدم get في كل الحالتين فحتى اكون واضح اشوفك العملية رح استخدم هذه الصفحة فهاي الصفحة اول ما طلبتها اللي هي عسى المثال hwa hwa logging هاي الصفحة عندي مالك داخل بي و مجادة اوضح لك ياه صفحة online bank انا عاملها في الموقع الخاص بي في الـ home او الطلب اللي رسلت انا get طلبت من السيرفر معلومات طلبت من هذا السيرفر قلت لحضر لي معلومات وهذه المعلومات رسلتها بالسيرفر رح نفهمها لاحقا ايش هي و ايش هذا و كل هالتفاصل رح نفهمها و كيف نستفاد من عدد انا اللي ادخلت معلومات خاصة بي اضغطت login انا ارسلت post ارسلت بيانات الى السيرفر و اللي اقريت هنا اشوف انه انا راس البيانات الى السيرفر فهي شيئين بالويب application post and get get اطلب بيانات post ارسل بيانات الى السيرفر و رح نفهم كيف نتلاعب هاي المفهومين خلال هاي الكورس